أهلا بك كابتن علي منورنا ومشرفنا في موقع في الجول أهلا بك حامد وإن شاء الله تبقى حلق زال فل حديدا كابتن في البداية عايزين نعرف كابتن عني الغزال في فترة أخيرة كابتن عني سموحة وحصل فسخ التعاقد عايزين نعرف أسبابه إيه؟ كابتن عني الغزال دلوقتي بيعمل إيه؟ الفترة الأخيرة أنا كنت جيت على سموحة في آخر السنة آخر السنة اللي فاتت كان بداية السيزون هنا ولعبت معهم يعتبر سيزون بس ما لعبتوش كلهم طبعا لعبت في البداية وبعد كده ما كنتش بلعب فسختي العقدي معهم في آخر السنة كان آخر السنة خدت قرر لأنا ما قدرش أكمل واتفقنا وفسخت العقدي معهم بالطرق دي حاليا طبعا كان الوقت من أخر فما معرفتش لأنا أكون في مكان كويس ففضلت يعني اللي أنا أعود إن شاء الله لحد الفترة الجاي طب أسباب الفسخ هل يعني حصل يعني هو بسبب اللي أنت عدم مشاركة ولا في أسباب تانية؟ الظاهر عدم مشاركة الباطن أنا الله أعلم يعني في حاجات كتير في الكواليس كده ما كانش ظريفة بالنسبة دي اللي هي؟ بس أهمها عدم اللعب يعني كانت أهمها عدم اللعب وانت بتقول الظاهر؟ آآ يعني الطبيعي يعني أنا راجل محترف جيت هنا في مصر أنا دي سموحة مش عاوز أقول الطبيعي بس العادي يعني كنت بشارك على طول بس المدارة كنت بشارك في البداية وبعد كده ابتديت أبعد يعني ما كانش فيه أي سبب يعني أي سبب مقنع لأنا ما كونش موجود فكان الأفضل بالنسبة دي للطبيعي لأنا ما كونش موجود معه طب هل يعني كلمت مع كابتنا أحمد سامي أسبب بعد مشاركتك إيه؟ آآ أتكلمت معه وكانت حوالي مرات تقريبا هي مرة واحدة بس اللي كلمت معه فيها وبعدها يعني ما كلمتش معه تاني طب كان رده يعلي كان لك إيه؟ ما فيش أي سبب خالص كان الفترة اللي كلمت معه فيها كان بعد كورونا كان عندي كورونا وبعد كده رجعت ولعبت بعد الفترة بتديت أبعد فكلم ما أتكلمت معه فرح قال لي انت بس عشان كنت في كورونا وكده فالتوتم أنا بعد كورونا جيت لعبت أصلا على طول يعني آآ يعني شوية كده بل تجهز بس كده تاني شوية الطرقات مهم شوية مشكلة بس وكنت بطمرن عادي مع الفرية أو أي حاجة ما كانش في حتى بروجرام حتى زئيدة أو أي حاجة اللي أنا أقدر عشان أقولي اللي أنا محتاج أجهز كنت مرمع الفرية عادي جدا ماتشاة ودي كنت بلعب في فترات التوقف وبعد كده ما كنتش بشارك في الماتشاة وكنت أصلا ما كنتش بشارك لأنا كنت أصلا بطلع بره لسكورو فالدي كان بالنسبة لي حاجة خريبة شوية فالطبيعي اللي أنا مكنش موجود في مكانه زي كده يعني بحكم خبرتك ولعبك في عنديها كبيرة سواء في أوروبا يعني عموما كنت شايف اللي أنت ممكن استعجلت اللي أنت تطلب اللي أنت تفسخ العقد ولا شايف اللي ده طبيعي شايف اللي أنت أمكانتك قد أكبر من اللعيبة موجودة في نادي سموح لا الطبيعي اللي أنا ما كنتش أكمل ده الطبيعي بما ان انا لعبت في اماكن كبيرة فالطبيعي اللي انا كن في مكان مش بتقدر كويس مكنش موجود معه فدي بالنسبة لي اهم حاجة قبل خطوط سموحة كان يعني خلاص عليه غزال كان في نادي الزمالك مظبوط وصل لما انت كنت موجود قدام نادي الزمالك مظبوط اللي حصل ويعني الشرحان الاول كواليس المفاوضات كانت مع مين وقعدين اسباب عدم لانتقال انا قرر رجوع المصر ده كان انقرر سريع شوية كان قبل الماركت مايفل هنا حوالي بتلات اربعة ايام يعني فكان انقرر سريع ممكنش اصلا فيه يعني بوادر بتقول اللي انا عاوز ارجع مصر او الكلام ده تمام فكان ناس قريبة مني اللي عارفة الموضوع ده فواحد منهم كان يعرف الموضوع ده فهو رح اكلمي على نادي اسبوحة فقالت له اوكي انا ما عندش اي مشكلة فاتكلمت معهم وظبطنا والفلوس والكلام ده كله انت بتفهم مع اسبوحة قبل ما تجل كوالك فبنا انا عليه رجعت مصر اول ما وصلت القاهرة اعدت في البيت ليت التلفون بتتصل علي نادي الزمالك مين بقى كان صديق لي يعني بدون ذكر اسماء على علاقة بالناء دي يعني تمام فراح اكلمني وقال لي على نادي الزمالك وكابتن ايما انا عاوز اكلمها وقالت له كمان فيش اي مشكلة قلت له انا بكرة وعندي معاد الساعة عشر الصبح في اسكندرية ما باش مهندس فرج عشان اهو الراجل مستنين قال لي طب ينفع ان روح دلوقتي قلت له يلا بينا انا لسه جاي بس مش مشكلة روحت لابس الشاكت تاني ورحت نازل روحت قابلتي كابتن ايمن وعدنا اتكلمنا وكان قاعدة ضريفة جدا واتفقنا تقريبا على كل حاجة بس كان عندي شرط قابل اي حاجة لان انا مدي كلمة للناس اسموحة اللي انا لازم اروح ما اقدرش فاروح اتكلم مع الناس وبقى حضرت كابتن ايمن تكلم باش مهندس فرج وتشرح له الوضع والدنيا تمام قال لي خلاص تمام واتفقنا وفعلا روحت الصبح وهو اكلم طب انت وقعت الاول هل وقعت في زمالك لا موقعتش في زمالك ولا كنت وقعت في اسموحة اتفقت بس ما اتكلمنا في ايه والدنيا والسنين والفلوس والكلام ده كله والحمد لله كله تتفع على كم سنة بقى ثلاثة تتفعت على ثلاث سنين اوه على ثلاث سنين وكانت ساعتها برضو شراح للظروف المادية اللي في النادي والكلام ده كله والطبعا انا ما عندش اي مشكلة ده اشعر رفنا كله في النادي الزمالك وحتى الفلوس اللي انا كنت متوقعها ما كانتش مش اللي اتفقت عليه يعني بمعنى مثلا كنت عاوز رقم معين وبسبب الزروف واللي الكابتين عادنا اتكلمنا فقلت له خلاص ما فيش مشكلة ايه يعني ضحيت بفلوس من اللي انت قلت اه طبعا اللي ما كنت عايزه واتفقنا خدص وتقوله تمام وكلمه طبعا مشوان سفرج لا احنا محتاجينه والكلام ده كله ومهم روحت عادت للمشوان سفرج وشرحت له قال لي بص الكرة في ملعبك دلوقتي انا اتكلمت للمشوان سفرج فانت اتكلمه وقلت له تمام ورحت فعلانت سفربت اسكندرية وقلت له انا بصراحة انا ندي الزمادك يعني وضع وفعلا عادت معا ومشيت رجعت تاني عالقاهرة وانا رجع بقى عالقاهرة ابتدت بقى ايه افلهم بقى ايه بتاعات النادي الزروف كانت يعني في شوية صعبة انهم يجيبوا العيبة جديدة وكلام ده وكنت وصلت بقى هنا القاهرة وصلت القاهرة وصلت الحد بقى بالنادي وصلت ما دخلتش اتقل لك ايه بقى بالزبط عرفت انهم مش هيقدر يجيبوا حد خلاص مفيش فموس كان هو خلاص فاضل يومين وتقريبا اللي كنت عارفه ان كان فيه لعبة هتطلع اعارات وما طلعتش وكان فيه خصة شوية حسيت بقى ساعته زعلت طبعا لسبب اللي انا كنت الموضوع لو كان مشي معايا عادي في اسموحها كنت اروح ما كانش عنده مشكلة بس لما ظهر الموضوع نادي الزمالك ده عاجة كبيرة فلازم الواحد بردو يفكر فكلمت كذا حد وكلمت طبعا احترما اللي الناس كلمتهم في اسموحها واخدت القرار اللي انا هرجع روح نادي الزمالك ورجعت وحصل بقى موضوع ده زعلت بقى بس بعد كده الناس في اسموحها كنت عادة اوصل معهم بردو كده كده انا احترمت طبعا احترمتهم فكان فيه احترام متبادل يعني طب هل مهندس فرج عام المعارف اللي انت راجع سموحها هل ما غيرش رأيه في الاتفاقات معك لا لا خالص لا لا خالص انا احترمت الناس فيه ما انا سمعت انت وتعرف كتير ما في حد هنا بتيجي مثلا بيبقى رايح نادي معين بس فيه لعبة بتبقى رايحة الاهلي وازا ما كنتكلمها ما يردش عالناس وروح الزمالك والعكس اتفقت في نادي الزمالك وبعد كده كلمها الاهلي ما تروحش وتتكلم في عندها كبيرة الموضوع ده بالنسبة لي مرفوض لو حد تاني كممكن اقفل تليفونه وسمع لكم وراح مضى ورايح دماغه انا لا اتفقت مع الناس وانا متكلم معهم وفعلا سافرت اسكنديرا ورجعت في نفس اليوم هل غازلك النفس يلعب في الزمالك؟ ساعتها طبعا نادي الزمالك نادي كبير اكيد لما يكون فيه تفاول من نادي الزمالك واحد يراحل طبعا انا اوصد عليك السفيد بتاعك وانت نفسك انا فيهم الاعمال انت تراعب في زمانك او اهلي اكيد طبعا دول اكبر ناديين في مصر ان انت وصلت لمرحلة انا فيه مرحلة كنت بتكلم مثلا مع النادي الاهلي 2018 كان ساعتها كابتنا يسمى عرابي وحصل كلام بس انا كنت ساعتها بصراحة كنت في وضع كويس جدا انا كنت في امريكا ومشي بشكل كويس ومستقري يعني برا فما كنتش حابب الان ارجع ساعتها بس هل الاهلي كان طلبك؟ مفيش اوفر بس اتكلمنا اتكلمت كان هوا ساعتها مسك التعاقدات واتكلمنا وكان فيه كلام وبعد كده حصل مشكلة تقريبا بينه بين محمد فضل وحاجة زي كده حصلت وانا اصلا ساعتها كنت مستقر برا فما مرجعتش مصر وكلام واقف ماندمتش ان انت كنت رحت النادي الاهلي الفترة دي؟ لا 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 لان انا كنت زي ما قلتلك انا كنت كنت مستقر برا ما كنتش لسه خدت القرار اللي انا عاوز ارجع مصر لو ساعتها الفترة دي كان في الماغي اللي انا ساعت ارجع سلام كنت على طول بالنسبة اللي انت كنت نفسك تلعب في اهل او زمالك بالنسبة اللي انت لعب كنت موجود فترة كبيرة في المنتخب هل بتحس ان فيه فرق من لعابة الاهل والزمالك حتى اللاعب المحترف قد اعمل ايه في المنتخب؟ اكيد انت بتاخد لعبك في الاهل والزمالك معاك قاعدة جمهارية كبيرة وهنا في مصر قاعدة جمهارية بتفرق اجامد احنا عارفين في حاجات كتيرة فلم يبقى جاي من اهلي او زمالك ووراك الشعبية دي ووراك الدعم ده بتفرق معاك كتير باستثناء طبعا بعض اللاعب يعني انا حتى زي محمد صلى الله عليه بياخد الدعم ده بسبب حاجة تاني انا لو اكون محترف برضو مش بنفس الكاتيجوري مثلا بتاع الصلاح او كده بيحتاجك حاجة زي كده ودي مكنش موجود بالنسبالي خلالت وجدك في المنتخب هل ظلمت اللي انت لعبت في غير مركزك؟ لا لا خالص ما مش شايف اللي انا ظلمت من اللي انا لعبت في غير مركزي لا عادي جدا انا جيت ولعبت مع كابتين شاوي كنت ماشي بشكل كويس جدا الا مطشين بتوع التصفيات حتى ماشي اعلاني بتاع سنغد احنا خسرنا كنين وكانت كنت الحمد لله من احسن ناس احنا خسرنا كنين بس كان فيه اجماع ان لما نجل عدنا وماشي توانسة كنا انا موجود من الناس يعني شايف لو انت كنت لعب في الآلة والزمالك كنت ممكن محصلش النفس اللي حصل مية في المية شايف ان انت تضحى بيك؟ خارج من دجلة وراح يحترف وجاي بينهم منتخب يلعب اساسي وعلى لعيبة بتلعب اهل الزمالك اصلا ملحوش للمنتخب شيء طبيعي خلال الفترة الاخيرة كنت كلمت على حوار التنمر كنت اول مرة انت دايما ما بتتكلمش دايما هادي فاجأة لقيناك اللي انت اتكلمت كنت تتكلم بصورة كبيرة استفزيت من كده فاهمنا القصة ايه سببها من البداية لا البداية ان انا بسبب بنتي انا بزوجتي اجنبية تحسين جينات بقى فالدينك هتمغدل عشان فالناس بتستظرف بس كتير يعني فانا موضوع لفت بس انتباهي اللي انا لازم مش اتدقت بالشكل اللي هو اخدت الموضوع على صدري ايه وعلى قد ما انا كنت اعاوز يعني اللي هو ايه اوضح الموضوع اكتر ان ده مش حاجة كويس الناس بتاخد الموضوع بهزار ويخف الدم والكلام ده كله انما ولا مش كده بلا تطور يعني بعد جده فحبت اللي انا اوضح الموضوع ده عشان تبدأ الناس يبقى فيه وعي اكتر علي غزالك الفترة الوحراج جاية هتلعب في الدول المصري ولا في حاجة برا في اوروبا اه في الاثنين ان شاء الله فعش العرود اكتر من فريق كان فيه في الفترة الاخيرة اللي انت قريب من النادي الاسماعيلي هل الكلام ده صح لا مو صح يعني فيه في الاسماعيلي اعرف يعني عايزين نعرف فيه فعلا انت فيه مكلمات بينك وبين الاسماعيلي تمت خلال الفترة الاخيرة حاصل اوه طب اتفقت على كل حاجة ولا لسه لا 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 لسه فيش اي حاجة خلال الاداء الاسماعيلي خلال اربع مباريات في الدولي الاداء مش مطمئن فعلا انت شايف ان الخطط اللي انت تنتقل للنادي الاسماعيلي دي خطوة صح؟ اوه انا بالنسبة انا منطمئ لان الاداء فيه تحصل طبعا الفريق فيه لعبات شباب كتير محتاج خبرات مش حاف اللي انا اقدر فيهم يعني ان شاء الله بإذن الله طيب بالنسبة للازمة المالية اللي كان دايما ناس بتتكلم اسماعيلي عنده ازمة مالية ده بالنسبة لك ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الزمالك اللي كان فيه ازمة مالية مش متخوف من الموضوع ده ما تقلش يا سمعت ان هما كان عندهم ازمة حتى ليه اصدقاء هنا ايه كنت بتكلم معهم عادي لا الناس ما كانش بتقولي ان اني عندهم ازمة يعني ان الناس ما بتاخدش فلوسها وبيتضحك عليها اي حاجة لا ما سمعتش تقريبا حاجة زي كده الله اعلم بس اللي انا انا عارفه كعالي ان ما مفيش حاجة زي كده وانا بالنسبة لي برضو الفترة الجاية محتاج افوكس شوية برضو على موضوع الكورونا بالنسبة لي ان انا لو في حاجة زي كده ان شاء الله ربنا ييسر حال لو موجودة تبقى حاجة كويسة ان انا كن موجود وبالعب نادي كبير نادي الاسماعيلي الظروف طبعا حاليا مش مساعدة ان هو يكون في المكان اللي هو فيها انما كجينار هو النادي الاسماعيلي مع الاهل والزمالك ده معروفة فهو كاسم ده حاجة اكيد هتبقى كويسة ليه بغض النظر عن الوضع اللي فريق فيه حاليا احنا لسه برضو في بداية الدوري ده مفهاش اي مشكلة لسه طريق طويل وازاي موطلك طالما فيه حتى تحسن ولو خفيف فده مبشر كويس طول ما انت الكرفي بيه فده حاجة كويسة واضح انت متابع دوري بشكل كبير شايف مين ابرز الاندية او ابرز اللعبة اللي شايفها في الفترة الاخيرة ككويسة بصا انا ما اتفرجش على متشكل للامان عشان ما اجلبش عليك انا متابع كده يعني من بعيد انما عشان اتفرج على المتشكل لها واقدر اقولك ده الفلان الفلاني او كده هكون يعني ممكن اتكلم على حد مثلا في الاهل او في الزمالك فهكون بظلم ناس تانية هي قدية ومشي بشكل كويس فيعني بلايش بس في فرقة كتير المشي كويسة هل تبعت مبارات العلي والزمالك الاخيرة او شفتها او شفت المش طيب شايف ازاي نتيجة خمسة ثلاثة والناس كلمت النتيجة الكبيرة بس ادري الزمالك اللي هو يعني من خمسة واحد لخمسة ثلاثة فالنتيجة بقت شوية يعني مقبولة نوعا ما بس جماهريا يعني دمين الزمالك ممكن اكيد لانه خمسة برضه خمسة اهداف كتير انه تخش في مواتش قيمة حتى انت لو سجلت تارت اهداف انت نقول لما بيبص لها يعني نظريت انا كنتيجة مواتش غير نظرة الجامعية رجعي ببص لها بنظرة اه خمسة ومش عارف ايه وكلام ده انا مواتش خمسة ثلاثة حتى وصل مرحلة ان المواتش لو كان فيه شوية وقت زيادة كان تد يحصل توطر في الاخر عند مشجعين الاهلي مثلا او عند النادي الاهلي عموما خمسة ثلاثة عمال بتقرف في النتيجة دي بتعمل زبزبة تبقى كسبان خمسة او كسبان اربعة واحد وخمسة واحد وبعد كده النتيجة تقرب فدي بتعمل ضغط شايف هجوم جمالي الاهلي على مسلماني ان النتيجة كان ممكن تبقى قبل من كده شايفه ازاي اه كل واحد بيتمنى طبعا انه بالذات في المواتشات الكبيرة دي بتبقى انت عاوز بتعمل حاجة طالما انت راكب المواتش وكسبان ومسيطر والكلام ده كله بتبقى طبعا بتبقى فرصة للامان يعني فرصة ان انت تعمل حاجة تاريخية استدي تفضل موجودة على مدى التاريخ فموضوع خمسة ثلاثة ده اثر طبعا على ده فعشان كده الناس اللي اهزة علينا بس طب انت شايف من الاهلي كان موضوع تفاخر يعني كنت شايف ان الاهلي شايف اللي هو فوت فرصة تبير له كان ممكن يكسب زمانك بذكور اكبر من كده خلال الماتش اه كان ممكن يكسب اكتر بالنسبة لكوروش مع المدير الفني المنتخب مصر اختياراته للعبين في كاس العرب شايفها ازاي اختيارات ممتازة جدا اه لما انت تقدر تشوف لعيبة بتلعب اندية بره الاندية كبيرة اه وكمان صغيرين يعني موظوع من الناس اللي انضمت جديدة صغيرة في السن مش كبيرة بتديهم فرصة انهم يحتكوا انهم ياخدوا اجواء دولية ولعيبة دولية وبتدي كمان انطباع لكل اللعيبة بتاعت الدوري ان ان هي قريبة المسافة قريبة طول ما انت كويس وظهر بشكل كويس هتنضم فدي برضو حاجة كويسة بتدعم بترفع الروح المعنوية للعيبة وعلى فكرة حاجة زي كده تساعد ان الدوري يبقى احسن اللعيبة تكتهد اكتر المشروط هتبقى احسن الناس كلها عارفة ان هي المنتخب بيتابعها ان هي قريبين ان هما يروحوا اه ما عرفش مين راح من ام بي ولا مين راح من مروان داود من اني اه في لعيب تاني وفي ياسين بانك الاني اه في البنك في كزا لعيبة راحت من اندية برضو عمر محدة كان اتوقع مع احترامي يعني ليهم ان اندية كبيرة مفيش اي مشكلة بس النظرات للعيبة اللي فيها بتبقى اقل من الاندية اللي تبقى في القمة فدي فرصة كويسة للناس كلها كيف ان في فرق بين منتخب مصر مع كابتن حسان البادلي و كيروش حاليا مع كيروش احنا المنشطة اللي لعبناها كان الاداء فيها يعني مش اقولك واو بس اداء كان كويس متزن الى حد ما وقدرنا نتحقق اللي احنا محتاجينه للمنشط فدي في الكرة دي حاجة كويسة جدا المنتخب متماسك فيه يعني الى حد ما شكل شكل كويس للفريق بتحقق نتايج منه كمان كويسة فدي حاجة حاجة كويسة الفترة بتاعك كابتن حسام متشاطها برده كانت قليلة شوية و يعني كان فيها شدة شوية يعني المتشاط في البداية بعد كده فيه متشاط كسبناها بس يعني ما كانش احسن حاجة دلوقتي شايف التصنيف اللي احنا موجودين في التصنيف الثاني فرغ التصنيف الاول تتمنى من المنتخب اللي نوجهه في تصفات كاس العالم اهو كل مانشاط صعب والله لا يعني ما فيش منتخب شايف اللي احنا ممكن نقدر نصعد على حسابه انا شايف ان احنا ممكن نلاعب منتخب يعني غرب افريقيا الكلام دا افضل حاجة احنا فيه تعريبا هوم ناجيريا والسنغال تعريبا هم المستوى اول مستوى اول اه ناجيريا والسنغال والمغرب والجزائر والتونس تونس دولار 5 اللي هم تسمعه فانشايف ان افضلهم ناجيريا افضلهم ناجيريا اه اقلهم انا شايفهم من ناحية ايه بالزبط ان هوم برضو كانوا في مرحلة تكوين واللعباء برضو فيها لعباء صغيرة فيها لعباء كويسة جدا بس انا شايف احنا ممكن ان اصاد الفرق بتاعت غرب افريقيا ووسط افريقيا الكلام دا بنبقى احسن يعني احنا اللعب منتخب عربي خلال تجربتك الاحترافية سواء في الدور اليوناني او البرتغالي او الامريكي واخيرا طبعا الصين وطبعا كنا هنا في مصر ايه اغرب الموقف اللي حصلت لك بداياتا كده في البرتغال انا كنت كنت عاش في مدريد جزيرة في وسط البحر فالمطار بتاعها مصنف من اخطر عشر مطارات في العالم فمثلا المهبط المهبط اللي هو بتاع الطلوع دا هو واحد يعني الطيار اللي بتنزل الطيار اللي هي هتطلع بتفضل وقفة مستنيع لما تنزل وتيجي اولا مكروباس والعين لا موضوع كان صعب مثلا المهبط مثلا من اول اللي نحل حد المه فاضطر اللي نزلت مثلا الطيار نزل في النص بيطلع تاني الطيارين اللي كانوا بيسافروا مديرة كان ليهم رخصة معينة عشان يقدر يروح للجزيرة طبعا فكان بينزل بقى وروح مدي فرامل تحس ان انت يعني هتلزق في الكرش اللي قدامك عشان ايه يلحق قبل ما يطلع تاني مشكلة بقى ان الجزيرة في وسط البحر فبيبقى فيه متغيرات هوائية وكصص كده فكان معايا وكنا في مره جايين من ماتش في لشبونا وانا قاعد عما مر كده لا في الممر ايه انا كنت قاعد في النص في النص ايه او كنت قاعد في النص وجنبي الباط صالح صالح جمعة حال وعالنحيا دي واحدة ستة كبيرة قاعدة جنبي النعيات فانا مهم جينا نزلين في الطيارة كان فيه بقى ايه هوا بتاع جامد فعمارا يعمل كدهك هرفيا مش الله هو بقى كده لا التوابة بتاعمل كده عشان ينزل كده وواصالح بقى جنبه ولقد عارق وراح مسك فداى noget هنا والستة هيدتان وانا اصلا في الموضوع التهريانOTT antis امرتبى اصليمها صعو عليكم وانا بقى اللي جات معاه الديحك دول مش كل ايه هاذ اللي كنين وانا عمارها تحك اهههه.. وده هي عرق فكل بقى كله ما نطلع ماتش ونيجي بحسب بقى الجو حلو جميل مفيش نقط بقى كل شوية وينزل ويطلع وساعات يبقى نازلين وروح طالع تاني يوعدنا لف شوية لحد الهو ما يزبت ورح نازلين طالع دو شوية الافة كده لا لا الوضع كان صعب في مديرا دي تتخيل بقى 4 سنين ونصف بتلعب ماتش في مديرا وماتش تاخد الطيران تعودت على كده الصين اه دي صعبة دي شوية ايه بقى يا رب موقف حسنا في العيشة لا لا مفيش موقف مثلا الحاجات الغريبة اللي كان بتحصل يعني كنت مش قاعد في بجين مثلا ولا شانجهاي ولا الحتت دي كنت قاعد في بلد تانية فبالنسبة لهم برضو ما ببقاش في اجانب كتير في الاماكن دي يعني فانا برضو عشان كنت بلعب بقى في النادي واصمر بقى كما واحد تاني كنت سعب بمشي في الشارع هم برضو يعني يعني ما احترام بيهم في الحتت دي برضو مش هم مش متحضرين قوي يعني فكنت بقى ماشي مثلا في الشارع على واحد مثلا واحدة وصحابها ولا واحد مثلا وصحابه بتاعي رحوا قفين ما طلع التليفونها يقف وشي كترها يعني انت ما بيصورش معايا هو بيصورني ويمشي طب ايه؟ ما عرفش فحصلت معي كتير الله تخليتش معاك مين؟ انا ببتحك له ايه؟ ايه 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 والله يقف وشي يديلي صورة ويمشي طب تعالوا نتصور يعني انا بلعب في الفريق مثلا بتاع البلد بقى مطوقع ان هو يعني ان انت لعب اه ايه 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 فانا مطوقع ان هو يجي يصور معايا مثلا فاهمه؟ لا دا بيجي يروحوه ماخصره ما ماشي لأ في اليونان بقى كان الرئيسي النادي بقى انت فين ساعتها في في لاريسا ايه انا في ريسا ايها حاصب؟ هو راجل محميكبير والناس بتخاف منه جدا هنايا فهو عصبي بقى شوائي فقعدين في مرة معانا الراجل اللى هو زي مدير الكورة كده فبالصدفة كنت قاعد ببرا باللعب فرقة والحاكم ايه يعني قرص علينا الشافي بقى في الفاولات هو بقى أنا سامو قاعد فين ورانا في المدرجات عمال يزعق وبتاع ويقوب شتاين بقى فالمهم الراجل مدير الكرة اللي معانا ده راجل هادي كده غلبان شوية فكل اللي عليه هو قاعد يتكلم كده مع الحاكم غلبان فرح عامل رح جاي عند الحديد اللي هو بين البتاع ده رح مزعق ايه تأمي ومزعق للحاكم عارف انت الشغل ايه فرح الراجل الام بقى سيخن ويه نصع رح ايه الحاكم برضو شغال رح عامل ايه رح نازل فتح باب الملعب ورح ايم رح جاب الراجل المدير الكرة رح اعمل له ازاي تعال هنا اللي هو زي عارف انا بقولك بالعربي يعني بس هو الكلام مكتش بالعربي اكيد طبع اللي هو ايه تعال هنا انت تطلع مرة رح ممشى من دولة كورا اقسم بالله رح جايب واحد تاني كان شغال مش عارف ايه زي اداري كده وبتاع قال انه انت تعال وقف هنا وقض زعى للحكم اقسم بالله صاحبنا ده رح يواقف اول كورا الورد دخل مش عارفه في مين وهو ده عمال بقى يزعى من فوق رح ده قال رئيس النادي جايب واقع رح يزعى وحكرت احمر تلقى الجنب فوق طب هو ما حصلوش اي حاجة مين لا هو نزل اتخنق وخرج تاني هو طلع تاني هو طلع الشال ده وطلع انت برق ورح جايب واحد تاني موقف اولله لا صعب بقى بيتوقف كتير بس هو ما تعودوا عليه صاحب يخافوا منه في الدور اليوناني برضو كان حصل ان فيه رئيس نادي نزل تاني باوك ريس نادي باوك حاكم برضو مش عارف ايه الجمهير زامت عليه رح نزل مطلع تابانجة وفي قلب الملعب عاوز يضرب الحاكم والله عاوز يضرب الحاكم وبتاقى واخدوش كان هيتحبس وموضوع كبير اللاقوا هم في اليونان متعصبين اوي ورش النادي اصلا بتاعنا ده كمان هم متعصب بيخافوا منه احباسك احباسك باوك احباسك باوك خلال خمس جولات في الدوري قبل التوقف شايف ان المنافسة عالدوري ازاي هالرحل كافة الاهلي خلاص ولا شايفها ازاي لا لا لسه بدر لسه بدر جدا كمان على الحاجة زي كده هو بس مطش الاهلي والزمالك فرق طبعا على الاهلي عن الزمالك بعد كده مطش التعادل بتاع الزمالك مع البنك ايه بس في فترة تزاوز بتحصل طول الموسم سعبة تبقى مفيدة انها بتحصل في الاول مش مثلا في وقت انت بتنافس فيه او حاجة زي حصل السنة فاتت مع الاهلي الدنيا كانت ماشية كويس بعد كده الاهلي مطشت كتيرة مؤجلة وتشغلت في بيوته افريقيا ابتدى بعد كده لما رجع بقى عنده تزاوزب في الاخر الزمالك خدت الدوري فهي ما لهاش مقياس لسه بدري جدا طب انت شايف ان برومنزو منافس لالو الزمالك على الدوري ولا بيه طبعا طبعا منافس هو بس في الفترة الحالية بيمتلك طبعا عناصر كويسة ومدرب كويس فبتديله منتز زيادة عن قبل كده يعني قبل كده برضو كان الفرقة بتبقى كويسة بس كان بيحصل تزاوزب بتغير مدرب ويتفضل نعيد في القصة دي فكان بيحصل شوية خلل شوية انما يعني حلسة برضو في البداية اهم حاجة برضو الاستقرار الفني ده مهم موسيقى 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 موسيقى